اشتركوا في القناة لسلاح الجو الملكي البحريني في اطار اتفاقية شراء طائرات المقاتلة والتي تم توقيعها خلال زيارة سمو ولي العهد لمدينة واشنطن في نوفمبر 2017 ضمن برنامج التحديث والتطوير المستمر لقوة دفاع البحرين وارب معالي السفير في كلمة له خلال الزيارة عن اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة في المجالات الدفاعية والامنية في اطار الالتزام المشترك بحفظ الامن والسلم الدوليين من جهتها قالت بريجيت لودرديل النائب الرئيس والمدير العام لمجموعة لوكهيد مارتن ان الشراكة بين مملكة البحرين والمجموعة بدأت منذ اكثر من اربعين عاما منويها تاني لان مملكة البحرين اول دولة في منطقة الخليج تحصل على اف سكستين واول دولة بالعالم تحصل على اف سكستين بلوك سيفينتي المتقدمة المترجمات البحرين Your Memorial Day today commemorates those men and women in uniform who have made the ultimate sacrifice in the line of duty to their country. His Majesty King Hamad bin Isa al Khalifa has made our relationship with the United States a top priority, fully reciprocated by those in Washington who share the recognition that, as I have said before, وعلى البدر في المجتمع بحراني من المتابعة الذين يتعلمون بحراني هذا المشارك أردنا بالزراج بالفراني ويقوم بحراني المتابعة لتعرض بحراني وفي المتابعة الأرداء المتابعة تتبعين حيث أن المتابعة such as Operation Sentinel, CTF-151, CTF-152 and the powerful Defense Cooperation Agreement are testaments to the continued work that our forces perform hand-in-hand on everything from anti-piracy to stemming of radicalism and terror. These joint actions also underscore the criticality of seamless interoperability. To this point, Bahrain is all too proud to share a fruitful history with Lockheed Martin as well. In addition to providing platforms and training, assuring such operational synergy, Lockheed Martin's dedication to the kingdom has been evident by their years of loyal participation at the Bahrain Air Show and continued presence. I want to extend my congratulations to all of you on this important occasion. أهدئ الجميع بهذه المناسبة المهمة. السفير الشيخ أبدالله الخليفة ومملكة البحرين كانوا وما زالوا حلفاء مهمين في المنطقة منذ أكثر من 70 عاما. الولايات المتحدة تعتز بهذه العلاقات المهمة. أقدم خالص التهاني للسفير ولمملكة البحرين على هذه الصفقة الاستراتيجية الهامة. إنه يوم مميز لتقديم التقدير لحليفنا المهمة مملكة البحرين. الجميع هنا فخور بالتحالف الاستراتيجي الذي يجمعنا. لقد كنت في المنامة قبل شهر. فعلا هو بلد رائع وحليف مميز. البحرين تستضيف الأسطول الخامس منذ أكثر من 70 عاما في ظل علاقات متميزة تجمعنا منذ أكثر من قرن. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة